السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم كيفية معرفة اذا كان الهاتف الخاص بك به روت او لا يحتوي على روت تمام طبعا فايدة الروت ان هو بيسمح لك انك تنزل تطبيقات وتستخدمها غير مسموح بيستخدمها بالطرق العادية وطبعا امور اخرى للروت ولكن نصيحة حاول انك ما تستخدمش الروت ابدا في جهاز شخصي انت تستخدمه استخدم الامور دي في امور اخرى يعني فيه هاتف اخر مش هاتف شخصي انت بستخدمه عموما نعود لموضوعنا ازاي نعرف ان الهاتف فيه روت نروح للاعدادات وان الاعدادات بننزل للاسفل خالص يكون عندك هنا حول الهاتف تمام وبعدين معلومات الحالة تمام وبعدين تنزل الاسفل كده عند حالة الهاتف بيكون مكتوب رسمي اذا عندك مكتوب رسمي ده معناه ان الهاتف الخاص بك ليس به روت طيب اذا كان مكتوب اي كلام اخر مصدر كذا او اي ارقام الى ما ذلك ده معناها ان الهاتف بزعك فيه روت طيب هل فيه طريقة تانية ممكن نعرف بها نعم فيه طريقة تانية تروح على جوجل بلاي وبتحمل التطبيق ده اللي هو روت تشيكر ومن خلاله بتعرف اذا كان الهاتف الخاص بك فيه روت او ما فيهش روت طبعا كيفية استخدام التطبيق سهلة مجرد انت بتثبته بتفتحه وبيظهر لك في الاعلى ان الهاتف بتاعك به روت او ليس به روت يارب بيكون الشرح افادكم